سوف ترالين أم أشخاص عدة وما هذا الصراع ثم بعد مرحلة من التفكير والصراع قال الكلام الجميل الآتي الإرادة الجديدة التي أصبحت لدي بالإقلاع عن العادات السيئة ما زالت ليست بالقوة الكافية للتغلب على الإرادة الأخرى الأقوى التي قوتها سنوات الممارسة لهذه العادة فهتان الإرادتان القديمة والحديثة القديمة الجسدية والجديدة الروحية تتصارعان وقد إزعجام في داخلي إنه بسبب أنا هذه العادة تتملكني وأصبح لديها هذه القوة قراري اليوم بالإقلاع مثل النائم الذي يحاول الاستيقاظ ولكن شدة النعاس تعيده إلى النوم مرة أخرى وللرغم من علمي أن الاستسلام لحبك يا الله أفضل من الخضوع لشهواتي إلا أن عادتي تأسرني أعتقد أن كثيرا منا يعاني معاناه أغسطا منذ 1600 سنة وهذه الرحلة رحلة الانفكاك من أسر الشهوات والعادات السيئة هي رحلة فردية لكل مننا ممكن أن نستعين بالكتب وبالخبراء وبالتجارب السابقة وهذا ضروري لكن في النهاية هي رحلة فردية وكل مننا عليها أن يقرر مساره في هذه الرحلة فإما الاستسلام لأسر الشهوات والعادات أو مسارعتها إلى أن يأتي الانتصار بعد أيام أو أشهر أو سنين كل بحسب حالته سر النجاح والانتشار الكبير لهذا الكتاب أن أغسطن يتحدث بصراحة عن صراعاته النفسية وعن علاقته بالله صراحة بعيدة عن المثالية والدعاء الفضيلة والكمال ومن ثم كان للكتاب أثر كبير في نفوس قرئيه ترجمة نانسي قنقر